الميت ينظر إلى الحي في المنام إذا شاهد الرجل في منامه أن الميت ينظر إليه ويخبره أنهم سيلتقون يوم كذف من المحتمل أن يكون هذا التاريخ هو يوم وفاة صاحب الرؤية والله أعلم رؤية رجل في المنام ميتا يعطيه طعام شهيا وتازجا فهي رؤية خير كثير ومال قادم لصاحب الرؤية نظر الميت للرجل وأمسك بيده في المنام فهي بشرى خير سيأتي المال الكثير والخير للرجل ولكن سيأتي من مصدر مجهول والله أعلم الحديث الطويل بين الرجل وبين الميت في المنام وهو ينظر إليه دليل على طول عمر الرأي على حسب طول الحديث بينهم والله أعلم وإذا كان الميت ينظر للشخص ويطلب خبزا فهذا دليل على حاجة الميت للصدق من أهله والله أعلم رؤية الميت في المنام يقوم بتقبيل الشخص الحالم فهذه إشارة على المنفع القادم للحالم وعلى مصلحته والخير الوفير والمال الكثير والسعادة التي تأتي إليه رؤية الميت يقبل الحالم تدل على شكر الميت وامتنانه لهذا الشخص فيحتمل أن يكون الشخص الحالم كان على علاقة جيدة بالميت ويحسن إليه والله أعلم تقبيل الميت للحي تدل على رغبة الميت في إخبار الشخص الحالم بسعادته في الآخرة إذا رأى الرجل في المنام أن ميتا يقبل رأسه فهو دليل أن الميت يريد أن يطمئن الحي خصوصا لو علاقاتهما قوية قبل الوفاة والله أعلى وأعلم يقول الإمام ابن سرين رحمه الله إذا رأى الحي أنه يمسك بيد الميت ويضغط عليها بقوة فهذه الرؤية تدل على الحب والود والمكان التي يحتلها صاحب الرؤية بقلب الميت إذا رأى الشخص في منامه أن الميت يسلم عليه ويحتضنه بقوة دلت هذه الرؤية على طول عمر الشخص الرأي كما تدل هذه الرؤية على أن الشخص الرأي يتصدق قسيرا على هذا الشخص الميت والله أعلم أما إذا شاهد الحي في منامه أن الميت يمسك بيده ويقبلها دلت هذه الرؤية على أن الحي شخصية محبوبة من قبل الناس جميعا والله أعلم وتدل الرؤية على فتح أبواب المستقبل للشخص الرأي إذا رأيت أن الميت يمسك يدك ويطلب منك أن تذهب معه في موعد معين دل ذلك على وفاة الرأي في هذا اليوم أما إذا رفضت وتركت يده دل ذلك على النجاة من موت محقق والله أعلم رؤية الميت حي ولكن مريض في المنام تعني أن الميت بحاجة إلى الدعاء والاستغفار وإخراج الصلاة